الأهلي هيدعم بثنين لعيبة على الأقل أنا متأكد بثنين لعيبة على الأقل خاصة بعد مشاركته في كاس العالم ليه الأندية في فبراير القادم أول فبراير القادم أول مباراة للنادي الأهلي أمام أوكلانس دي فالأهلي هيعيز يدعم تحديدا في خط الهجوم تحديدا في خط الهجوم خط الهجوم اللي عمل صداع لمارسل كورر هو صحيح عنده أسماء كتيرة في مركز المهاجم الصريح بس ولا واحد فيهم بالنسباله مقنى حتى هذه اللحظة يعني جرب شريف وأعاده جرب شدي حسين وأعاده جرب حسام حسن وأعاده جرب بيرسيتاو وتصاب وأخيرا كرر أن برونو سافيو يبقى المهاجم لسه ما فيش واحد ما لعينه زي ما بيقوله ما لعينه هو ده بقى المهاجم بتاعي هو ده مهاجم الأهلي الأساسي لسه حتى يزي اللحظة وبالتالي لأهلي هيبص بره وغالبا هيبقى مهاجم أجنبي مهاجم أجنبي